أنا رجل أمانو بمارسين فأنا بشتغل الشغل المتعدد وبحب أن أكون ضمن مركز صنع القرار وبالتالي أحب البلد طبعاً وبحب تجاه هذا البلد وبحب هذا الحزب كما بحب أني أدعمه بكون جمهوي أنا قدمت أني أنا رشح للبرلمان بعدين أطلع قويت أصدق عمل تويت فعمل ضجة أعلامية كبيرة كتير صراحة ما حدا شجعني على الإنسحاب أبداً لكن أنا كان عندي مشكلتين أول مشكلة أنه السوريين ما كانوا كتير شفت شفت تردد فعل تبعاً أنه إحنا لازم يكون في صوت يمثلنا فحسيت حالي أنه أنا ما لازم أن يكون أنا بهذه الخطوة أو حتى حسيت أنه ممكن يكون فيه ضرر إلون وبالتالي أنا كنت انسحبت حتى ما أضر حدا من الناس الموجودين والسبب الثاني أن والدي كان مريض وتوفى الله الحمد سوريين عندهم خوف بالنسبة للانتخابات تقريباً ما في نسبة كبيرة كسوريين مجنسين أقصلاً يعني إن كلهم عشرة آلاف شخص من أصل تعليباً سبعمائة أو ثمانمائة ألف شخص موجودين في مرسين فبالتالي صوتهم ما حيكون فرق كبير لكن إنه نيزدوا وينتخبوا ضروري وكتير مهم إنه نيزدوا وينتخبوا فرق يعني إحنا ما حننعمل ترجيخ لفئة أمين معينة ولكن صوتنا بساعد كما بقول البحثات تسجرة يعني نتيجة إسطنبول خسرناها على مندر 12 ألف صوت فقط فعسى يكون إنه نحن مشاركتنا تكون متامة للدور وفارق كبير للناس اللي دعمتنا وعضتنا الجنسية ومرحتنا هذا الحق يعني أبداً ما في أي حياة سياسية أصلاً يعني نحن عايشين طول عمرنا بحزب الواحد والقائد الواحد وما في أي دور أصلاً ما في لك أي نشاط سياسي ما لك أي صوت يعني أنت مثلك مثل أي واحد موجود في الشارع ما له عماله أي قيمة يعني ممكن ضابط أمن هو أوام أي حدا موجود سياسي يعني حتى أوام الرئيس مجلس وزراء نفسه يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة